على الغربال انتزاع وليس منحة فاكرين كل الاتهامات وكل التأويلات والتفسيرات والضغطات والتقليل من شأن أداء الأهلي ولعبت الأهلي وحتى المدير الفني كل ده في رادس الاحترام اللي نالوا الأهلي الفريق واللعيبة والإدارة والجماهير والمدير الفني بالخصوص بيتس موسيماني كان انتزاعاً وليس منحة طبعاً انتزاعاً لما كان ممكن أن تحظى بهذا الاحترام وهذا الإنصاف وهذا الإقرار بالجدارة وبأنك انت خدت بالأسباب بشكل سليم إن لم تكن قد وفقت في هذا الأداء وهذه النتيجة إذن انت انتزعت هذا الاحترام ودائماً الاحترام بخلاف أي قيمة أو عاطفة أخرى هو ينتزع ما تقدرش تقول لواحد احترمني وانت ما بتتصرف كلب هلوان مش هيحترمك صحيح لما تكون ما انتش صادق لما مع نفسك وعلى مع الآخرين لما تكون متجاوز في حق الآخرين هتحترم ازاي لكن لما تكون تصرفاتك تدعو إلى الاحترام إذن انت بتنتزع الاحترام حتى من أولئك الذين لا يحبونك ويقول لك الشهادة لله مش عارف ما ليه لكن بنحترمه لكن بنحترمه الحقيقة يا جماعة إحنا بنحترمه وله مننا كل الاحترام بس ما بنحبه الشهادة لله ما بنحبه بس بنحترم وأنا أرى إن قيمة الاحترام هي الأثمنة لإن الحب فيه أنانية أنا بحبك عاطفة مع العاطفة أنانية أنا بحبك عشان أسعد نفسي مش عشان أسعدك لكن لما أحترمك أنا بسعدك أيوة لما بديك حاجة تستحقها وممكن ما كونش بسعد نفسي شجل فرق ده فيه حيانا تحترم حاجة غزب عن عينك تحترم عدوك وإنت بتتعذب ما هو أنت لما تيجي لحظة إنصاب زي دي وتضطر الإشادة يعني حقول لك حاجة بسيطة جدا وهي أحد أسباب الأخذ بالأسباب هو لما مستر موسيماني قد الفريق ستة يام راح كم الإنتقادات الذي تعرض لها من المحترفين قبل الهواة الخبراء قبل الهواة كله قال لك إزاي الكلام ده طيب يا أخي اللعب لك ماتش ودي قبل ما تروح طيب يا أخي هو أنت عشان تروح جنوب أفريقيا تهدي الفرقة ستة أيام لكن تكتشف أن الستة أيام ده عملت في فرقتك إيه لما تشوف أن الأداء البدني بتاعك كان في هذه المباراة أعلى وإحنا أنا فاكر وإحنا مش بندافع بنحلل قلنا يا جماعة أنا أوتلك كده أنا مرة سألت الكابتن رحمة الله عليه الكابتن عبدالصالح الوعش عن فترات الراحة المسلة كان برضو المواسم مضغوطة كالعادة قال لي إذا خدت أسبوع أجازة ترجع في أسبوع إذا خدت أسبوعين ترجع في شهر شوف الفرق إذا خدت أسبوع أجازة ترجع لحالتك البدنية في أعلى مستولة بعد أسبوع هذا علم عايز أقول لك كمان أنه حتى الكابتن ساد عم حفيز قال إن بيتس المسلماني لما مدى اللعيبة أجازة لست أيام دول دههم تكلفات بدنية في البيت حاجات بقى إيه شغل منزلي بقى اللي هو تحقق لك الريلاكس بدون ما ترهقك لكن ما تبعدكش بالظبط وكانت فرصة للنقيين إنهم يتمرنوا إذن الراجل كان فاين بيعمل إيه هذا هو الإنصاف الذي ينتزع الاحترام على فكرة بالنسبة للمجهود البدن والحالة البدنية اللي الأهلي كان عليها لأنه بعد المباراة سمعت رأي الناس اللي صعبان عليها قوي إن الأهلي كويس ومش قادرة تبلع إن الأهلي في أحسن حالاته فيدور على سبب قال له أصل الأهلي الفريق الوحيد اللي رايح بينما البقيين مجهدين ليه لأنه ما كانوا بيلعبوا لكن اتحاده الكرة رايح النادي الأهلي قط الخير محدش واخد له إنه الفيفا هو اللي كان مريح الناس كلها إن كل الاتحادات كانت أجازة لمدة 15 يوم في الأجندة الدولية اللي سبقت نصف نهاية الأفريق يعني الأهلي آخر مباراة لعيبها محلية كانت يوم 28 الترجي آخر مباراة لعيبها 26 يعني الترجي مريح كان آخر مباراة لوف الكاس وخرج فالترجي مريح أكتر من الأهلي بس لما الأهلي طب أنا وعشرين كان ماتش الصوبر بتاع الصوبر الأفريقي بس لما الأهلي ظهر بشكل أفضل دوروله على سبب تاني لكن خدوا بالكم والترجي رايح أكتر وكايزر تشيف زولوداد رايحه نفس المدة لأن ديئة جندة دولية أنت بقى لما تيجي تتكلم وتفسر بالحقائق وغيرك يتحامل بالأكاذيب الناس تحترم مين طبعا المنطق هو الاحترام أن تكون صادقا وإذا لم تكن صادقا مع نفسك ما أنت حتكذب على الكل لو كذبت على نفسك حتكون صادق مع مين صحيح